موسيقى هذه نشرة اخبارية مفصلة من الميادين نبدأها بالعنوين موسيقى استطيع اليوم ان نقول مع تحرير اخر جيب او حي او شارع او بيت في مدينة البوكمال يمكن للتاريخ ان يسجل نهاية دولة داعش السيد نصر الله يرد على تصنيف الوزراء العرب حزب الله ارهابيا وينفي الضلوع بقصف الرياض مؤكدا دعم المقاومة الفلسطينية باستلاح العراق يعلن انه تحفظ على بيان وزراء الخارجي العرب بشأن ايران وحزب الله الرئيس اللبناني يؤكد حق مقاومة الاحتلال تواصل عمليات تفكيك مخلفات داعش في البوكمال ووجود التنظيم بات ينحصر في جيوب محدودة في البادية السورية الحكومة الليبية المؤقتة تحمل المجلس الرئاسي المسؤولية عن بيع المهاجرين كعبيد والامم المتحدة تدعو الى محاسبة الفاعلين اهلا بكم قال الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله ان مهمة حزب الله في العراق انجزت بانتظار اعلان الانتصار النهائي على داعش في كلمة متلفزة قال السيد نصر الله ان دولة داعش انتهت مع تحرير البوكمال السورية مع تحرير البوكمال سقطت دولة داعش لكن لأتدارك هذا لا يعني انتهاء تنظيم داعش دولة داعش دولة الخرافة المزعومة عندما سموها بدولة الخلافة الدولة التي تعني بنيا وارض ومدن وحواضر وولايات وولات وامراء ودواوين ووزارات ووزارات ووزاراء هذا الامر قد انتهى بنية لهم اوجدوا بنية دولة اوجدوا بنية دولة محاكم وولات وامراء ووزارات ومنهج تعليم في المدارس وعملة خاصة وإلى آخرين دولة داعش نستطيع اليوم أن نقول مع تحرير آخر جيب او حي او شارع او بيت في مدينة البوكمار يمكن للتاريخ أن يسجل نهاية دولة داعش وان اهمية الانجاز في البوكمار السيد نصر الله وصف كلام بياني وزراء الخارجية العرب عن تهريب حزب الله صواريخ بالستية إلى دول عربية وصفه بالتافه والسخيف نفى بشكل رسمي يكون الحزب قد هرب لاسلحة كما نفى وقوف الحزب وراء اطلاق الصاروخ من اليمن على مطار الملك خالد في الرياض انا اؤكد لهم وفيه نوح يتأكدوا لا صواريخ بالستية ولا اسلحة متطورة ولا مسدس مسدس اسمعوا مني لا العرب انا اريد ان امفي بشكل رسمي نحن لم نرسل سلاحا الى اليمن ولم نرسل سلاحا الى البحرين ولم نرسل سلاحا الى الكويت مش هاي معركة طويلة عريضة بالعراء لم نرسل سلاحا الى العراق هم بيحتاجوا سلاح فاطلن حزب الله يبعث سلاح العراق لم نرسل سلاحا لأي بلد عربي كونكم عم تحكوا عن البلد العربي لا صواريخ بالستية ولا اسلحة متطورة ولا حتى مسدس السيد نصر الله نفى صلة حزب الله بأي صاروخ يمني تم اطلاقه على السعودية فانا انفي بشكل قاطع لا علاقة لأي وجل من حزب الله اللبناني باطلاق هذا الصاروخ ولا بما اطلق من صواريخ سابقا ولا بما سيطلق من صواريخ لاحقا والمشكلة كما قلت سابقا عند هؤلاء المسؤولين السعوديين هي الاستخفاث بالانسان اليمني هم لا يريدون تسليم بأن اليمنيين بأن اليمنيين رجال شجعان عندهم عائل وعندهم ذكاء وعندهم نباهة وعندهم صلابي وعندهم استيعاب للتجربة وللخبرة وتراكم خبرة في شأن اللبناني قال السيد نصر الله إن الأولوية هي عودة الرئيس الحريري عندما تتوضح الأمور سنعلن موقفنا وإن حزب الله لا يعتبر الحكومة مستقيلة حتى الآن بالتأكيد نحن جميعا في لبنان ننتظر عودة رئيس الحكومة اللي بالنسبة لأنه بعده مش مستقيل ألا بس يجي منشوف نحن مفتحون على كل حوى وعلى كل نقاش يجوي في البلد نصر الله أكد أن أكبر تهديدا للأمن والاستقرار في لبنان كان الاحتلال الإسرائيلي وما زال كما أكد أن المقاومة هي أهم عاملا في لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار السيد نصر الله دعا السعودية إلى عدم التدخل في شؤون لبنان لأنه بذلك سينعم بالأمن والاستقرار إذا في أمن واستقرار في لبنان هذا السلاح سلاح حزب الله هو عامل أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار إذا عن جد أنتم حريصون على الأمن والاستقرار في لبنان فيكم سعد لبنان ممتاز وهو بأن تحلوا عن لبنان يعني أن لا تتدخلوا في شؤون لبنان كالتدخل للفض والسافر الذي شهدناه خلال إسبوعين الماضيين وأن لا ترسلوا إلينا التكثيري القاعدة وغير القاعدة ممن ربيتموهم في مدارس الوهابية وأن لا تحوضوا إسرائيل على لبنان سوف ينعم لبنان بالأمن والاستقرار وزارة الخارجية العراقية أعلنت أن الوفد العراقية في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية تحفظ على الفقرتين المتعلقتين بإيران وحزب الله قالت الخارجية العراقية أن اتهام إيران وحزب الله لا ينسجم مع موقف العراق الواضح والمنطلقي من التعريف الواقعي للإرهاب وأضافت أن التهام بالإرهاب من دون مستند ملموس يضيع الفرصة في تحديد الجهات الراعية والداعم له وفي سياق مرتبط قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان ليس مسؤولا عن الصراعات الأقليمية أو الدولية في بعض الدول العربية وهو لم يعتدي على أحد وبالتالي لا يجوز أن يدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره الأمنية والسياسي عون وبعد استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية قال أن الاستهداف الإسرائيلية للبنان ما زال مستمرا ومن حق اللبنانيين أن يقاوموها واضحة الرسالة التي أبلغها الرئيس اللبناني ميشيل عون للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبنان ليس مسؤولا عن الصراعات العربية أو الإقليمية التي تشهدها بعض الدول العربية وهو لم يعتدي على أحد وبالتالي لا يجوز أن يدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره الأمني والسياسي عون الذي استقبل أبو الغيط في قصر بعبدة بعد وصوله إلى بيروت للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة أكد أن لبنان واجه الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها منذ عام ثمانية وسبعين وحتى العام الفين وستة واستطاع تحرير أرضه فيما الاستهداف الإسرائيلي مزال مستمرا ومن حق اللبنانيين أن يقاوموه ويحبط مخططته بكل الوسائل المتاحة عون رأى أن لبنان لا يمكن أن يقبل الإحاءة بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية مؤكدا أن الموقف الذي اتخذه مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية في القاهرة يعبر عن إرادة وطنية جامعة الأمين العام لجامعة الدول العربية وبعد لقائه عون أكد أن الدول العربية تتفهم لبنان وتريد تجنيبه تداعيات الخلافات الإقليمية مشيرا إلى أن الدول العربية تعبرت عن تفاهمها للتركيبة اللبنانية الخاصة التعبير عن تفاهم التركيبة اللبنانية أنه لا أحد يبغي أو يمكن أن يقبل أو يرغب في الحق الضرر بلبنان وكان أبو الغيط قد نقل إلى عون المدولات التي تمت في الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة استهداف إسرائيل للبنان لا يزال مستمرا وبالتالي من حق اللبنانيين أن يقاوموها وأن يحبطوا مخططاتها بكل الوسائل المتاحة كلام واضح أبلغه الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى الأمين العام للجامعة العربية الذي شدد بدوره على أن لا أحد يريد الإضرار بلبنان ومن قصر بعبدة إلى عين التين لم تختلف الرسائل كثيرا رئيس مجلس النواب اللبنانيين بي برر رأى أن ما تضمنه البيان العربي بشأن الحكومة اللبنانية وارتباطها بحزب الله كان غير موفق على الإطلاق بل هو مسيء في ظرف التموج الحكومي الحاصل وبعد لقائه أبو الغيب قال بر إنه ذكره بقرارات جامعة الدول العربية التي تؤكد حق المقاومة بالتحرير ودعم لبنان في مقاومة إسرائيل سار الحاف بيروت الميادين وزارة الخارجية الإيرانية اتهمت السعودية باستصدار بيان من جامعة الدول العربية يحتوي على أكاذيب وطالبتها بوقف ضغوطها على قطر ولبنان وبوقف تدخلها العسكري في البحرين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسم اتهمت السعودية بتنفيذ سياسات إسرائيل وبتعزيز الخلافات في المنطقة حرف الشعوب والدول الإسلامية عن قضيتها المركزية ميدانيا في سوريا تتواصل في مدينة البوكمال عمليات تفكيك الألغام والمفاقخات التي خلفها داعش المدينة وحررها الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة من داعش بالكامل ما يعني طرد التنظيم من آخر معقل له في الأراضي السورية نحن نتواجد في شارع بغداد هو الشارع الرئيسي داخل هذه المدينة كما ترينه هو يبعد فقط مئات أمتار قليلة عن نهر الفرات حيث ثبتت وحدات الجيش وحلفائه بعد طرد هذا التنظيم والقضاء على عدد من مسلحيه فيما قامت بتسهيلات أمريكية انسحاب بعض هؤلاء باتجاه مناطق سيطرة قصد المشاهدات في الواقع في هذه المدينة أولا هناك عمل كبير لوحدات الهندسة وتطهير المنطقة من منزل إلى منزل أحيانا ضمن المنزل الواحد في الواقع كان يتم التفتيش من غرفة إلى غرفة وتم العثور على عبوات ناسفة وعلى أحزمة ناسفة جرى نقلها إلى منطقة وتفجيرها أو تفكيك بعضها وذلك حسب القدرة والاستطاعة الفنية بهذا المعنى هناك أيضا لابد من الإشارة إلى حفر أنفاق كثيرة في الواقع داخل الأحياء الأساسية في هذه المدينة على اعتبار أن هذه المدينة بالفعل تتميز ببنية تحتية قوية جدا بنتها الدولة السورية هناك مؤسسات حكومية مدارس معاهد مؤسسات يعني كما العادة في الواقع أقسام شرطة يعني هي بنى تحتية قوية وواضحة جدا أنها مبنية بشكل مدروس تماما ومخطط تنظيمي يعتبر من المخططات المهمة يعني حسب المشاهدة لكن في الواقع تمترس هؤلاء المسلحين الدواعش قبل اندحارهم في الأحياء المدنية اتخاذهم المدنيين كدروع بشرية اضطر إلى التعامل في بعض القصف لبعض المناطق على العموم مقارنة بمدن أخرى أو مناطق أخرى شهادة اشتباكات الأضرار هي نسبيا قليلة في الواقع فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال الثامنة من جديد أهلا بكم حملت الحكومة الليبيا المؤقتة المجلس الرئاسي المسؤولية التامة عن انتهاكات الخطيرة في ملف الإجار بالبشر أعمال التهريب غير القانونية حكومة طبرق قالت إن مراكز إيواء المهاجرين في المناطق الواقعة تحت سيطراتها تشرف عليها وزارة الداخلية والصحة ومنظمات المجتمع المدني وهي تحترم كرامة المهاجرين وحملت الحكومة الليبيا المؤقتة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلوس مسؤولية انتهاك السيادة الليبيا المتمثل باقتحام متظاهرين سفارة ليبيا في باريس بعد تقارير كشفت بيع المهاجرين كعبيد استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بشدة بيع مهاجرين كعبيد في ليبيا واعتبر أن الأمر جريمة ضد الإنسانية مطالبا دول العالم بالعمل على محاسبة المرتكبين وبوضع حد أو حد لهذه الجريمة أصابني لشمئزاز لمشاهدة شريط يظهر بيع مهاجرين أفارق كعبيد في ليبيا أعرب عن بغضية لهذه الأفعال المشينة وأدعو السلطات إلى التحقيق بهذه النشاطات بدون تلكء وجلب الفاعلين إلى العدالة لقد طلبت من الدول متبعة هذه القضية بشكل حثيث ليس هناك للعبودية مكان في عالمنا ومثل هذه الأفعال تعد من أبشع أشكال الإساءة لحقوق الإنسان وقد تصل إلى حد وصفها بالجرائم ضد الإنسانية يأتي هذا بعد تقرير بسته الشبكة سيانانا الأمريكية بشأن انتعاش تجارة الرقيق في ليبيا قد دعت النيجر إلى إدراج الموضوع على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي أواخر الشهر الحال غضب دولي وشعبي أحدثه الكشف عن أسواق للعبيد في ليبيا تقرير بثته شبكة سيانانا الأمريكية أظهر بيع مهاجرين في المزاد بليبيا وترك صدمة كبيرة على مستوى العالم لم تتوقف تداعياتها في أحدى لقاطات التقرير التي تم تسجيلها بواسطة هاتف محمول ظهر شبان يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة ليوضح بعدها معد التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما وتشير خريطة ظهرت في التقرير إلى وجود تسعة أسواق للعبيد في مدن مختلفة من ليبيا من صبراطا وزوار غرب طرابلس والزنتان جنوب طرابلس واغدامس المتاخمة للحدود مع تونس والجزائر هذه الفضيحة طالب رئيس النيجر محمد يوسوف بإدراجها على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في 29 و 30 من الشهر الجاري في أبيجان خرجت إلى العلن أيضا مطالبات للسلطات الليبية بفتح تحقيق وتحديد المسئوليات وإحالة الأشخاص المخالفين إلى القضاء وإلى إعادة النظر في شروط احتجاز المهاجرين أما في الشارع فلم تهدأ التحركات المنددة بالعودة إلى زمن العبودية هي أزمة سياسية أوجدت دولة تقلل من قيمة الناس إلى رقيق هذا يضرب القيم بالنسبة لنا بالنسبة للشعب الأسود لأنه يعيدنا إلى عصر العبودية إنه يمس هويتنا لأن لكل إنسان الحق في أن يكون حرا لقد ولدنا أحرارا وسنموت أحرارا بالنسبة لفرنسا وبالنسبة لأوروبا وبالنسبة للبلايات المتحدة هذه مجزرة بحق الملايين من الناس والمسؤولون لا يقولون شيئا وفرنسا لا تقول شيئا ومثل فرنسا شهدت عدة دول تظاهرات مماثلة عادة ما يحجم من يتعرض للاستعباد عن ذكر تفاصيل ما يحصل معه ولذلك قد يمثل التقرير فرصة لكل الذين يواجهون ظروفا مرعبة من الخطف والإرهاب والموت والإذلال لرفع الصوت عاليا ضد العبودية حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن الكاتب والباحث السياسي ليبي عبدالله الكبير أهلا بك سيد عبدالله الكبير أقل ما يمكن أن يوصف به هذا الموضوع بأنه وصم تعار جديد على جبين الإنسانية وحتى على جبين العرب عندما يحدث ذلك في إحدى البلدان العربية قبل أن ندخل في الاتهامات السياسية هل لديك معلومات من الذي يتاجر بهؤلاء المهاجرين الأفارقة ومن الذي يشتري أيضا؟ نعم في الحقيقة ما هو متوفر من معلومات حول هذه الجريمة أنها تأتي في إطار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون يتعرضون إلى أبشع الممارسات في الحقيقة ربما خفت قليلا بعد الضغوطات الدولية وبعد تدخل إيطاليا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومتابعتهم لمراكز الاحتجاز ومع ذلك يؤكد المهاجرون أنهم تعرضوا للإيذاء البدني بعضهم قالوا أنهم تعرضوا للاغتصاب تعرضوا للتعذيب تعرضوا لأعمال الصخرة ربما عملية البيح هذه إن صحت وإن تم التأكد منها ربما هي أيضا تأتي في إطار هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا في المناطق الغربية تحديدا حيث يتم احتجازهم ويتم الإتجار بهم ويتم دفعهم إلى البحر عرضة لخطر الموت رغم أن السلطات في ليبيا مؤخرا بذلت جهود كبيرة عن طريق خفر السواحل وعن طريق الأجهزة التي تتولى مراكز الاحتجاز ولكن أعتقد أن هناك انتهاكات ما زالت تقع في حق هؤلاء المهاجرين يعني إن كان هؤلاء المهاجرون هم موجودون أصلا في مراكز احتجاز بعدما من المفترض أنهم انقذوا من عباب البحر بطريقة أو بأخرى الآن من يحميهم هو من يتاجر بهم فعليا على من تقع المسئولية تقع المسئولية على الأجهزة التي تتولى ضبط وحماية مراكز الاحتجاز تقع المسئولية على حكومة الوفاق الوطني لأن هذه الجرائم وفقا للتقرير وقعت في نطاق نفودها أو سيطرتها رغم أن سيطرتها محدودة وقد وعدت بفتح تحقيق في هذه الجريمة وسوف ننتظر النتائج والمتابعة إن لم يكن مجرد بيان لمجابهة أو مواجهة هذا الاحتجاج الدولي والمحلي أيضا ينبغي لحكومة الوفاق أن تؤكد أنها فعلا باشرة التحقيق وأن تظهر النتائج في أسرع وقت ممكن لأنها صدمة كبيرة ووصمة عار على البشرية أن نعود إلى ممارسات تجاوزتها البشرية في القرون الماضية على أي حال أنا أستطيع أن أفسر الموضوع كالتالي العمل الذي يقوم به خفر السواحل الليبي بالتعاون مع السلطات الإيطالية حد كثيرا من الهجرة غير النظامية أو غير الشرعية وتكدس المهاجرون في المدن الليبية وبالتالي ربما تم عرض بعضهم للعمل سخرة في المزارع وفي حفر الآبار كما رأينا في الشريط وفي أعمال تنظيف السيارات وغيرها من الحرف مقابل معاشهم أكلهم ومبيتهم ربما يكون بعضهم قد تعرض إلى هذه المعاملة بسبب تكدسهم وبسبب رغبتهم في الحصول على بعض المال يمكنهم من دفعه للمهربين حتى يستقلوا القوارب ويغادروا إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر سيد عبدالله الكبير هل لديك أي معلومات جديدة عن عدد المهاجرين الموجودين مثلا في أماكن الاحتجاز ولو حتى نسب تقريبية في الحقيقة الأرقام تصل إلى مئات الآلاف من ينتظرون من المهاجرين خاصة من الدول الأفريقية جنوب الصحراء من السنغال ومن جامبيا ومن أفريقيا البسطة ومن كينيا الأعداد يقدرها البعض بحوالي نصف مليون نصف مليون أفريقي موجودون على الأراضي الليبية في غرب البلاد لأن الطريق يمر عبر غرب البلاد يمر عبر المدن القريبة من طرابلس باعتبار الشاطئ هنا قريب من الجزر الإيطالية إذن هي أعداد كبيرة ليسوا كلهم في مراكز الاحتجاز بعضهم تحول إلى العمل في السوق المحلي أملا في جمع مبلغ أما الذين يصلون إلى مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها حكومة الوفاق الوطني فهم الذين تم إنقاذهم أو تم إجبارهم على العودة في عرض البحر من قبل خفر سواحل الليبي لكن في مقاربة هذا المشهد سيد عبد الله الكبير نحن نعود من جديد إلى زمن العبودية والعنصرية ولو ما بين قوسين يعني البيضاء ضد السوداء نتحدث عن مهاجرين أفارقة بشرتهم سوداء يعانون الآن ما يعانونه ذلك قد يحدث انقسام جديد الآن رأينا هذه المظاهرات في عدة بلدان من العالم ألا يجب أن تتطور برأيك ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تصل إليها وماذا على الليبيين فعليا أن يفعلوا لأن ذلك يتم في بلادها بالنسبة للليبيين عليهم أن يسارعوا بإنقاذ بلدهم بإنهاء هذا الانقسام السياسي بإيجاد دولة قوية وحكومة فاعلة قادرة على ضبط حدودها وشواطئها المجتمع الدولي أيضا يتحمل المسئولية المهاجرون أيضا يتحملون المسئولية الدول الأفريقية التي يأتي منها المهاجرون تتحمل مسئولية ليبيا مصنفة دوليا أنها منطقة فوضى وصراع ومنطقة غير مستقرة وبالتالي المهاجر الذي يأتي إلى ليبيا عليه أن يدرك أنه سوف يتعرض إلى الكثير من المخاطر بالمناسبة المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون ليست طارئة بعد فبراير بل حتى في زمن القذافي حينما كانت سطوته قوية ولديه أجهزة أمنية هناك كتاب مشهور وترجم إلى العربية عنوانه تيتانيكات أفريقية ألفه مهاجر أفريقي عبر ليبيا ووصف بدقة ما تعرض له في مراكز الاحتجاز حين كانت ليبيا دولة ولها هياك الأمنية إذن المجتمع الدولي عليه أن يبادر إلى مساعدة ليبيا حتى تكون فيها حكومة قوية قادرة على فرض سيطرتها وحماية المهاجرين نعم عبد الله الكبير كنت معنا مباشرة من لندن شكرا جزيلا لك شكرا يشهد المجتمع التونسي في الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الجريمة والعنف على الرغم من الجهود الأمنية الكبيرة لاحتواء الظاهرة إلا أن المراقبين يشددون على ضرورة إيجاد حلولا اجتماعية واقتصادية لمكافحة تنامي ظاهرة العنف 23800 قضية عنف سجلت عام 2017 وفق آخر إحصائية للداخلية التونسية ارتفاع ملحوظ في جرائم الحق العام مع تفشي الجريمة المنظمة وارتفاع مستوى العنف الجسدي القائمون على الشأن الأمني يؤكدون جاهزية الوحدات الأمنية للتصدي لهذه الظاهرة حيث تؤكد الأرقام الرسمية تطور نسبة التصدي لعمليات قطع الطرق والعنف الجسدي من 46% عام 2016 إلى 57% في السنة الحالية ولا ننسى أيضا هناك تحركات اجتماعية هناك مظاهرات وهذه حقوق دستورية على وزارة الداخلية أن تكفلها ولا تسقط في خانة ذرب الحقوق والحريات يرتبط ارتفاع منسوب العنف بهشاشة الوضع الاجتماعي وتراجع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة فيما يؤكد خبراء أن الأزمات السياسية المتلاحقة في السنوات الماضية دفعت بالمحبطين والعاطلين من العمل إلى رفض الواقع الاجتماعي عبر النزوع نحو العنف والجريمة أسباب تفاشي جريم هو ازدياد واترة العنفة ومنسوب العنفة عند المواطن عند الشخص عند الفرد الذي يكون ناتجا عن الضغط الحياة اليومية لأنه هنا ترجع لسبابها اقتصادية بالأساس أثرت على المستوى الاجتماعي في حالة لازمات الاقتصادية وفي حالة الدول التي تنهار يصبح الخلاص فردي الناس تبحث عن الخلاصة بشكل فردي وهذه العملية تسمح بأنه يخرج عن العقد الاجتماعي إلى جانب مكافحة الإرهاب والمخدرات تقف السلطات التونسية أمام التحدي مجابهة الجريمة مساع تحتاج بحسب متابعين إلى وقفة نقدية جريئة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة في البلاد تحاول السلطات التونسية مكافحة الجريمة والعنف المنظم عبر جبهات متعددة منها الأمني والاجتماعي والاقتصادي مع ضرورة مراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان بلا المبروك تونس الميادين نذكر بالعناوين أستطيع اليوم أن نقول مع تحرير آخر جيب أو حي أو شارع أو بيت في مدينة البوكمار يمكن للتاريخ أن يسجل نهاية دولة داعش السيد نصر الله يرد على تصنيف الوزراء العرب حزب الله إرهابيا وينفي الضلوع بقصف الرياض مؤكدا دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح العراق يعلن أنه تحفظ على بيان وزراء الخارجية العرب بشأن إيران وحزب الله والرئيس اللبناني يؤكد حق مقاومة الاحتلال تواصل عمليات تفكيك مخلفات داعش في البوكمال ووجود التنظيم بات ينحصر في جيوب محدودة في البادية السورية الحكومة الليبيا المؤقتة تحمل المجلس الرئاسي المسؤولية عن بيع المهاجرين كعبيد والأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة الفاعل والتفاصيل أو فحول أخبار العالم يمكنكم دائما وطابعة صفحات الميادين عبر الإنترنت اللغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة دمتم سالمين شكرا للمتابعة